يا الله يَا أَبْلُّهُ والرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه جيد انتهينا بحمد الله تعالى من الأصل الأول والأصل الثاني أما الأصل الثالث يتذكر الأعزة بالأمس قلت بأنه المعارف بالمعنى اللغوي يعني الأمور التي ذكرت في الشريعة المعارف لها اصطلاحات متعددة بالأمس أشرت يعني عندما أقول هنا معارف يعني الأمور المذكورة في القرآن في النصوص الواردة عن النبي وغيرها وليس مراد من المعرفة هنا يعني البعد التصديقي الإيماني لا إنسان تحصل له معرفة وعلم ومع ذلك ماذا؟ لا يحصل له لا تصديق ولا إيمان ولا عقد القلب أبدا وقد تطلق المعارف أو المعرفة ويراد بها ما يتضمن التصديق القلبي هنا نحن عندما نقول الأصل السالث أن المعرفة إنما تكون لها القيمة إذا كان معها التصديق إذن مرادنا من الأصل الثاني المعرفة يعني ماذا؟ من غير أن يتضمن التصديق إذن المعارف درجاتها متعددة كما أشرنا إلى ذلك بالأمس تفصيلا تعالوا معنا إلى هذه المعارف الموجودة درجاتها أربعة خمسة عشر موهم فهل الجميع يؤمنون بها أو لا يختلف الناس في درجات الإيمان ماذا؟ في درجات الإيمان بها أنا أتصور أن القضية واضحة أن الإيمان بها ليس على درجة واحدة تختلف درجات المؤمنين في الإيمان مو في المعرفة نعلّه في المعرفة تكون ماذا؟ يعرف معنى وساطة الفير أنتم تعرف معنى وساطة الفير ولكن هو يؤمن وأنتجنه لا تؤمن ممكن أو غير ممكن الولاية التكوينية هاي المسألة اللي وقعها فيها خلاف التشريع ولاية تشريعية للأمة الآن لو تسأل جملة من الفضلاء تقول لها اشرح ما هي الولاية التشريعية يشرحها كاملة ويميزها عن الولاية ماذا؟ التكوينية يقول لها تؤمن لو ما تؤمن يقول أبداً ما أؤمن أبداً التشريع انتهى بعصر من؟ بعصر النبي صلى الله عليه وآله إذن لا ملازمة بين المعرفة وبين ماذا؟ وبين الإيمان حق النسخ موجود الأمل وما موجود الراكز في أذهان الأعجل شنو؟ أن عالم النسخ انتهى بعالم ماذا؟ ها؟ بعالم النبي صلى الله عليه عندما ارتحل بعد النسخ أغلق بابه نحن من الألان ما طارحي لعلنا نوفق أن نطرحه لأنه ملازم بين أولاية التشريعية وبين النسخ باب النسخ موجود للأئمة ولكنه في محله يا درجة من درجات النسخ وفي أي حدود له بحثه الأخ مقصودي الآن النسخ الآن كثير من الأعلام قل اشرح لي النسخ يشرح لك يا يقول بأن النسخ في التشريع كالبداء في التكوين وأنه 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 ولكنه هل يوجد للإمام ذلك؟ يقول أبدا إذن لا تلازمة بين المعرفة وبين الإيمان والتصديق إذن على هذا الأساس أعزائي فعندما تعددت مراتب المعرفة ودرجات المعرفة بطبيعة الحال تتعدد درجات ماذا؟ ها؟ الإيمان أنا رح أذكر بعض الكلمات الموجودة في المقام من كلمات الأعلام والمصادر الموجودة اللي الأخوة إن شاء الله يراجعونها تعالوا معنا أو إن شاء الله يراجعون الإعزة بعد ذلك الميزان المجلد الثامن عشر صفحة مائتين وتسعة وخمسين في ذيل الآية واحد إلى سبعة من سورة الفتح عند عنوان يقول الكلام في الإيمان وازدياده الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل بالشيء هذه نقطة أساسية التمييز بين العلم بين المعرفة بين اليقين وبين ماذا؟ وبين الإيمان خلوا ذهنكم يمي والآيات التي تكلمت عن ذلك أعزائي كثيرة كما يستفاد من قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إذن كانوا عالمين لو كانوا جاهلين تبين لهم الهدى ومع ذلك ماذا؟ ارتدوا إذن على مستوى العلم هم على علم على مستوى الإيمان إيمان لوجو حود يوجد وجو حود آية أخرى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أيضا نفس المضمون السابق آية ثالثة وَجَحَدُوا بِهَا وَاَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ آية رابعة وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ عجيب إذن ممكن هل هناك ملازمة بين العلم وبين الهدايا لا لا أبدا قد يكون عالما وهو في طريق ماذا؟ في طريق الظلال فَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ وَالْجَزْمِ بِكَوْنِهِ حَقًّا لا يكفي في حصول الإيمان والتصاف من حصل له به بل بالإضافة ذلك إذن ما هو الإيمان أعزائي؟ ما هو التصديق الكلامي لا التصديق المنطقي ما هو التصديق الكلامي؟ لأنه عندما نقول علم أعزائي تعلمون أن العلم في المنطق ينقسم إلى تصور وإلى تصديق نحن مدى نتكلم عن التصديق الذي هو من أقسام العلم المنطقي نتكلم عن التصديق الذي هو ما وراء العلم المنطقي من التصور والتصديق ما هو التفتوا قال الايمان هو عقد القلب هذا البعد الداخلي الباطني هذا عقد القلب ثبوتا باي شيء نستظهر انه يؤمن اثباته التزامه بلوازم ذلك الايمان فبقدر التزامه بلوازم ذلك الايمان تتضح درجة ماذا درجة الايمان محال اعزائي محال وقوعا محال ان الايمان درجته مئة ولكن لوازمه الاثباتية تظهر بدرجة عشرين لا يمكن ما يمكنك انتهى عملا ما يمكن فاذا وجدتم هناك ضعف في العمل ضعف في اللوازم هذا ما انشأه الضعف وين في الايمان في الملزوم وهذا اصلا وهنا اتصور هو مفيد للاعزة ان الانسان بعض الاحيان ما يدري بانه وين هو اهل البيت سلام الله عليهم القرآن اعطى المصدر بيدينا والضوابط بيدينا تعرف وضعك شوف بمقدار ها التزامك والنصوص واضح وجلية فيها قالوا عقد القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه اثاره العملية فالذي حصل له العلم بان الله تعالى اله لا اله غيره فالتزم بمقتضاه وهو عبوديته وعبادته وحده كان مؤمنا ولو علم به ولم يلتزم فلم يأتي بشيء من الاعمال المظهرة للعبودية كان عالما وليس بمؤمن من هنا يظهر بطلان ما قيل ان الايمان هو مجرد العلم والتصديق ابدا ان العمل جزء ها من الايمان ولكن جزءه الاثبات مظهره الاثبات وذلك لما امر ومن هنا يظهر ما قيل ان الايمان هو العمل لا الايمان ليس هو العمل العمل لوازم الايمان وذلك لان العمل باي دليل ان العمل ليس هو العمل لان العمل يجامع النفاق ايضا قد يعمل وهو ماذا ها وهو غير مؤمن ولكن اذا صار مؤمنا شنو المقتضي للعمل الا ان يمنعه مانع ذاك بحث اخر يخوف على نفسه فلا يصلي ذاك بحث اخر او يصلي على كذا ذاك مانع موجود اما الكلام الان مع وجود المقتضي والشرط وعدم المانع هذا المعنى اعزائي بشكل واضح وصريح الاخوة اللي يردون يراجعون روايات كثيرة انا اشير رواية او روايتين في هذا المجال هذه اصول الكافي اللي هي طبعة مؤسسة دار الحديث الجزء الثالث صفحة ثلاثة وسبعين واربعة صفحة اربعة وسبعين اعزائي يعني بعبارة اخرى كتاب الايمان والكفر باب ان الايمان يشرك الاسلام الحديث الخامس عن ابي جعفر قال سمعته يقول الايمان ما استقر في القلب وافضى به الى الله عز وجل سؤال بعد هذا فقط الايمان قال لا وصدقه العمل بالطاعة لله واضح بعد كلا الركنين الركن الاول العقد القلب الركن الثاني ماذا ها فبقدر هذا العمل لانه اطمئنه اي ملزوم لا يؤثر لا يؤثر اكثر من ماذا من اقتضاء اي لازم لا يأتي الا بقدري ملزومي هذا الماء يحاير عندك درجته سبعين درجته ثمانين درجته مئة تخلي عليه طعام يقدر يحمي لك يا مئة وعشري ها محال فاقد الشيء لا يعطي اقصى ما يستطيع انه يحمي لك يا هاي رواية عزائي رواية طويلة ارجعون اليها الرواية الثانية عزائي في صفحة مئة قال عن ابي عبدالله الصادق عليه افضل الصلاة والسلام قال ان دين الله اسمه الاسلام الرواية اربعا من كتاب الايمان والكفر باب ان الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها دين الله اسمه الاسلام وهو دين الله قبل ان تكونوا حيث كنتم وبعد ان تكونوا التفت فمن اقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل بما امر الله عز وجل فهو مؤمن اقرار واحدة كافي لو مكافي مكافي اقرار مع العمل اذا اعزائي هذه القضية واضحة اذا اتضح لنا ان الايمان شيء وان المعرفة والعلم شيء اخر سؤال خلو ذينكم يمي الايمان بعد ان اتضح عنه غير العلم له درجة او له ماذا له درجات يزيد وينقص او ليس كذلك تعالوا معنا ايضا الى اصول الكافي اعزائي نفس اللي بايدينا هذه صفحة واحد وتسعين بعبارة اخرى الباب الثامن عشر من كتاب الايمان والكفر الرواية قال قلت الا تخبرني عن الايمان اقول هو عمل او قول بلا عمل فقال الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل قال قلت صف لي جعلت في ذاك حتى افهمه قال خلي ذهنك احفظ لي هذه اعزائي حتى من يسألوه هذول اصلا العرفاء من ينجايبين منازلوا درجاته ما ادري مقامه من ينجايبين هذان يشكلون يقول حتى اصطلاحاتهم مو مالت اهل البيت التفت مو رواية وروايتين اليوم ادخل في الكمبيوتر شوف كم رواية عندك بهذا النص قال الايمان قال الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل حالات ودرجات وطبقات ومنازل من هنا جاءت كلمات العرفاء منازل شنو منازل الساعد نصوص روايات موجه ثم الامام كاملا يفسرها الرواية تقريبا مولانا عزائي فهد عشر صفحة انا بيودي ما اقدر لا الاحق اقراها الى ان يقول الامام قال الايمان حالات ودرجات فمنه التام المنتهي تمامه ومنه الناقص البين نقصانه ومنه الراجح الزائد ورجحانه قلت ان الايمان لا يتم وينقص ويزيد قد منها تستطيع ان تفهم بانه الملكات ايضا ماذا متواطيه ومشككه ها مشككه قال نعم قلت كيف ذلك قال لان الله تبارك وتعالى خلي ذهنك فرض الايمان على جوارح ابن ادم يعني كل جارحة من جوارحه الظاهرية والباطنية عليها شنو فروض واجبات افتحني قوس هذه بعض الفروض والواجبات لعله مشتركة تكون بين الجميع وبعض هذه الفروض والواجبات شتكو خاصة ببعض المراتب والدرجات والطبقات ولا توجد في مكان اخر النوايا السيئة انا وانت وامثالنا نحاسب عليها او لا نحاسب ان لم نعملها خارجا المعصون شنو مو يحاسب يعني فقيا ما عدنا دليل عليها ولكن هو في مرتبة يرى لو لو خطر في ذهنه معصية الجبار لكان ذنب لا يقاس به ذنب هو يرى ذلك وهو كذلك لمن هو في مقامي لك اسلام بينك وبين الله ابوك يثق بك مئة في المئة ويعتقد ان الامانة كلها قد تجلت ماذا فيك مو لم تخنه اذا فكرت بخيانة هذه الامانة تلوم نفسك او مثل ليش حرام حرام مولانا انه تفكر بخيانة مو حرام شرع ابدا ولا فكر ولكن في قبال هذه الامانة اذا انت فكرت بالخيانة هي خيانة عد من هنا ينفتح لك باب الذنوب في القرآن الكريم للانبياء وللاولياء احنا اجينا جعلنا القرآن والروايات كلها متواطية فتصورنا عندما يقول عصا يعني يا عصيان احنا راح لو زنه لو كذب لو باق لو سرق لو الاخر كلها تتكلم بها اللغة بها اللغة القرآنية فماذا تجد تعارضت 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 اختلفت اصطدمت تنافت الى اخر مع انه لا يا عزيزي هذه بعضها لحالات الامان بعضها لدرجات الامان بعضها لطبقات الامان بعضها لمنازل الامان تعالوا افتحوا افقكم هذا الدين واقعا عجيب واقعا النكات الموجودة فيه شريعتنا ولكن مع الاسف الشديد نحن نظرنا اليه فدن رؤية او من زاوية جدا ضيقا فلم نرى باقي ماذا الزواية شوفوا اذا عندك فرد شيء كبير جدا وانت تنظر اليهم من ثقب صغير شوف ماذا دائما ماذا ترى منه يمكنك ان تراه على ما هو عليها ولا يمكنك لماذا لا يمكنه مو لانه ما موجو موجود على واقعه ولكن انت ضيقت دائرة النظر اعزائي اضيق الدوائر في النظر هي الدائرة الفقهية لماذا لان الدائرة الفقهية والنظر الفقهي والزاوية الفقهية دائما قائمة على اسود شنو ابيض بي رمادي لو ما بي رمادي لماذا ما بي لانه لا معنى انه لو الشيء يكون واجب لو يكون شنو حرام يصير اقول والله 30 بالمية واجب 77 بالمية اقول 26 بالمية حرام 12 بالمية مكروه 14 بالمية مستحب يصير يصير هذا في الاحكام الفقهية الى معنى ما الى معنى لماذا لانه طبيعة البحث الفقهي هو لا يتحمل الا شنو الا اسود او ابيض اما العقائد عزيزي مو اسود و ابيض العقائد بها شنو شنو تشكيك بها اذا اسود و ابيض لا بها اعلى المراتب و ادنى المراتب و مراتب ان صح التعبير رمادية بالوسط هذا قال التام المنتهي تمامه و الناقص بين نقصانه و الراجح الزائد رجحه اذا اكو عندك رمادي لو ما عندك رمادي في الايمان اما انت عندما تأتي وتنظر الى العقيدة تنظر الى المعارف تنظر الى القرآن بيا نظارة ها بنظارة طبعا نظارة الفقه الضرورية اين في موردها مثل الحلال والحرام اما عندما تأتي الى المعارف بعد ما اليك حق انت اطبق الرؤية جنو الفقه ولذا قلنا لا ملازمة بين الاجتهاد الفقه بالاصطلاح وبين الاجتهاد العقائدي او القرآن لا ملازمة ابدا لانه هذه الها مجموعة مباني واذي كان لها مجموعة شنو اخرى من المباني والعقائد وبالضرورة كل من عرف قواعد العلم الاصولي في الفقه وقواعد الاستنباطي في الفقه فهو اذا قادر على الاستنباط في مجموعة المعارف الدينية لا ملازمة ابدا ما ادل واضح عند الاعزة هذا المعنى المهم يقول فرضها على الجوارح ومن هنا تختلف الدرجة بعض الناس بيني وبين الله يلتزم بلوازم بعض الجوارح وبعضها ماذا لا يلتزم بها المهم اعزائي الرواية تبدأ من صفحة واحد وتسعين الى صفحة ثمانية وتسعين اعزائي ارجعوا لها واية مفيدة واية مفيدة واقعا الى ان يقول فقلت قد فهمت نقصان الايمان وتمامه فمن اين جاءت زيادته الزيادة الزيادة والنقصان اقول التمام والنقصان فهمت ابن الرسول الزيادة لا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الاخر لماذا يتفاضل المؤمنون اذا لم تكن هناك الزيادة في الايمان ونقصان في الايمان ولو استوى الناس ولو استوت ولستوت النعم فيه ولو استوى الناس وبطل التفضيل التفت هذا اصل احفظوه ولكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله عجيب هواي مهم اذا احنا عدنا اصل الايمان وعدنا شنو ها كمال الايمان اصل الايمان هذا الحد المشترك كمال الايمان ها بعد هذا الحد المختص هذا عنده فد مختص هذا عنده فد درجة ذلك عنده درجة ذلك عنده ثلاثة عشرة وهكا وعلى اساسه يتفاضلون ها سأبين محل شاهد هذا المقدمة شنو هي وتعالوا معنا صفحة ايضا الى صفحة مية وخمسة من هذا المجلد الثالث اعزائي ايضا في نفس الباب الباب التاسع عشر كتاب الايمان والكفر باب السبق الى الايمان عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام قال قلت له ان للايمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله قال نعم قلت صف لي رحمك الله حتى افهمه ثم الامام سلام الله عليه يبين هذا المعنى بشكل تفصيلي ان شاء الله يراجعون ما نقرأ تعالوا معنا الى صفحة مية وتسعة باب درجات الايمان باب عشرين من ابواب الايمان والكفر قال عن ابي عبد الله الصادق قال ان الله عز وجل وضع الايمان على سبعة اسهم على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والعلم طبعا كل مفردة من هذا الني في النصوص شنو بينات درجاتها مراتبها ثغورها حدودها يعني اليقين بينا اليقين ما هو حق اليقين ما هو عين اليقين كل بينا بعد ها الى ان وصلنا واقل ما قسم بين العباد شنو اليقين كلها مبين الصدق ما هو لا له ما الحلم ما هو التفت ثم قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه السبعة اسهم فهو كامل محتمل هاي وين تربط عزيزي بزيارة الجامعة شنو محتمل لعلمكم اذا احنا نقرأها كل اللي تجمع على عله ولكنه ندري هاي محتمل شنو هذا هذا التفسير الذي يريد يصير محتمل لا بد شي يصير لا بد يكون على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم اقرأوها ان شاء الله تنفعكم كثيرا ثم يقول الامام وقسم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة حتى انتهوا الى السبعة ثم قال لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة وفتبهضوهم ثم قال كذلك حتى ينتهي الى السماء يا عزيزي اخر هذا اللي ابو صاحب السهم انت تريد تحمل السهمين اخوة شا ساوة اخوة تكسر ظهرم او لا ينكسر وما ينكسر ماذا قد مسؤوليتنا ثقيلة فلا تبغضوهم هذا يصبح بلا دين اذا سمع مننا فذالحشايات اللي احنا نعتبرها هذان العرفانيات ما لدنا ماكوه اذا نحشين هذا يسويشنه واقعا يخرج عن الدين للم يحتمل ام ولا ام ما يتحمل تعالوا عزيزي الى صفحة مية وثلاثة عشر قال سمعتم ابا عبدالله الصادق عليه السلام لو علم الناس الله لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم احد احد والله بالله مولانا هذا كل ميسر لما خلق لا اخوة هاي درجة الوجودية هاي درجة الايمانية تقول انا ما ادري والله هاي مستغرب منك بابا هاي درجة ما يقدر اكثر اكثر ماذا انت سيتحمل اكثر من طاقة ثم قال عليه السلام ان الله تبارك وتعالى خلق اجزاء بلغ بها تسعة واربعين جزاء ثم جعل الاجزاء عشارا فجعل الجزء عشرة اعشار ثم قسمه بين الخلق جزء من تسعة واربعين ثم الجزء الواحد ماذا عشرة اجزاء فيصر واحد من اربعمية وتسعين وبينك وبين الله يعني عندك اربعمية وتسعين درجة طبق منزل حالا الى اخر هستفهم معاني امرنا ان نكلم الناس على قدري لانهم يعرفون هذا عن الخلق ثم قال رواية اخرى وهي اختم بها هاي الروايات وهي الرواية الرابعة وهي الرواية الاخيرة قال ابو عبدالله الصادق يا عبدالعزيز ان الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يعني ليش ؟ شينو وجه التشبيه بالسلم؟ يعني عرضي لو طولي لا يتبادر الا ذهنك وجوديا وايمانيا وقربا الى الله هذول شينو ؟ في عرض واحد هذول شينو ؟ واحد بطول الاخر ولكن مو واحد بطول الاخر حسي بل معنوي وجودي لازمه ماذا اللي يواقف بالدرج الاول شي يشوف افترف فالدرج مولانا ابوه كيلو متر وقسمت عشرة يعني كل درجة شقيت بيت مترة خلي ذهنة كم اللي واقف اللي ابو الدرج مية شي يشوف ابو الدرج واحد شي يشوف يشوف دائرة على مساحة ارتفاع مئة متر يشوف اكثر لا اللي صاعد بالدرجة الثانية شي يشوف يشوف نفس المساحة له مساحة اوسع ها مساحة اوسع اللي صاعد فوق فوق واقف شي يشوف يرى ما لا تراه فاذا انت عاقل والموازين بيدك اذا قل لك فرد شي مباشرة يتقول له ماكو والله دا عاين ولا موجود ابدا انت لابد شنو يتقول له بانه بيني وبين الله هذا الدي تقوله انا مدى اشوف فاذا كان على الموازين فاذا كان معصوم فاذا كان عالم تقول له لعله الحقيق انا مدى اشوف فلا تنفو ما فوق هسه هذه هذه الرواية عشر درجات مرق يصعد منه مرقات بعد مرقات فلا يقول ان صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شي عجيب اش تقول تربية هذه يا انا مو من حقك انت اذا هذا اللي جواك تقول له انت شنو هيتش ولا تفهم ابدا مو من حقك لماذا هو مدى يرى الا هذا الحد فلا يقول ان لست على شيء حتى ينتهي الى العاشر فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك اذا صار بناك انت ابو الثلاثة تقول للا ابو الثنين انت هيتش ودين ما عندك وامان ما عندك وعقل ما عندك ابو الرابع شا يقول لابو الثلاثة هم يقول لك انت الدين ما عندك اقل ما عندك ايمان ما عندك ولذا انا قلت الذي لم يؤمن بالولايات التكوينية اذا قلنا له ظل خارج مع ادري الى اخر القائمة خد جيد وساطة الفيض اعلى من الولاية التكوينية فمن لم يؤمن بوساطة الفيض يقول للي يؤمن بالولاية التكوينية اتشنوا ظالوا خارجوا عن المذهب واذا لا يبقى بالمذهب بعد بس عليوا او لا دمون تعالوا الضوابط نحفظها اعزائي فلا تسقط من هو فوقك فيسقطك من لا فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك نعم ما هي المسؤولية يا ابن رسول الله قالوا واذا رأيت من هو اسفل منك بدرجة فارفعه اليك برفق هاي مسؤولية هي مو عرض عضلات مسؤولية ما تقدر او قعد بيتك خلص تقلق فارفعه اليك برفق يا بل لي ما يؤمنون بالخموس او اكو اشكالات شبهات بالشارع مدى يؤمنون بالخموس مدى يؤمنون بعصمة اهلبيت يقال الى جهنم كلهم يروحون جهنم هذا بينك وبين الله هو هذا منطق التربية وهذا بيني وبين الله اولادنا عايشين في مجتمعاتنا في ظروفنا في بيئتنا ولكنه ما قدرنا احنا نوصل الى المعارف بشكل جيء بجهنم يروح النار جهنم له لابد انه ارجع الى نفسي اقول ليش هذا وصل الى هالمرحلة لماذا استطاع اولئك الجالسين في في على بعد اثنى عشر الف كيلو متر في فلان بلد وفلان بلد من خلال الفيسبوك ومن خلال الارتباطات يوجهون شبابنا ولكن احنا اللي عايش ابنائنا واولادنا عايشين في بيوتنا ما قدرنا شنو انوجهم وين الاشكالية لابد اكون خلال فادمكا قال فارفعه اليك برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسر سره فان من كسر مؤمنا فعليه جبره ها تصور ما عندك مسؤولية اذا اعزائي هذا هماتنا الاصل الثالث او الرابع ما ادري يبقى عندنا اصل واحد وهو اختلاف درجات الناس اللي الرواياتهم اشارت اليه وهي ان جميع الناس قدرتهم على الايمان والمعرفة واحدة او متعددة ها انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها يأتي ان شاء الله واللي ينتهي هذا العامل الرابع يا ربنا يا ربنا اظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة